أما وصلنا مشاهدين لفقارتنا الطبية رح نحكي فيها عن الخوف اليوم أكتر الأشخاص بيعانوا وعندهم خوف وقلق من زيارة طبيب الأسنان اليوم هذا الشيء بيؤدي لمشاكل كتير صحية اليوم لما بيكون في عندنا مشكلة ونحن منتداركها أو منتناساها أو هذا الشيء سبب الخوف والقلق من الذهاب لعند طبيب الأسنان قديش هذا بيسبب لنا أو بيخلينا نروح لمشاكل أكبر وأكتر شيء يمكن هذه المشكلة تكون عند الأطفال وممكن تتفاقم ونروح فيها لمراحل متقدمة اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل أكتر وعن أساليب الخوف وكيفية التخطي والتغلب عليها مع الدكتور أنس الفقير طبيب أسنان واستشاري في طب الأسنان سعد صباحك دكتور صباحك أهلا وسهلا فيك صباح الخير حكيم وأهلا وسهلا فيك ليش يكي مشكلين حالك تفوبيا للناس يعني شيوعاً أفكار شائعة نحن للأسف يعني كطباء أسنان نعاني من مشكلة كبيرة يعني أي مريض بيجي لعني والله أنا بحباك وبحب العيادة بس بخاف بنكره طب الأسنان طبرة البنز دكتور أكتر شيء صباحاً كان صغير ولا كبير هي والله معاناة طبعاً سبب واضح ما بقدر نحكي فيه هو الألم الألم بقبل علاج الأسنان والذي يجعل المريض يجي للعيادة فهو يعاني من ألم من تسوس من خراج إلى آخره ثانياً طريقة التعاطي بالعلاج فنحن بدنا ندخل بموضوع تخدير بوسط الإبرة والإبرة وإيد الدكتور تقيلة أو خفيفة تماماً تماماً وحتى صوت الأدوات للأسف ما اخترعوا لحد الآن مثلاً قبل التربين صامتة ما فيها صوت هاي طبعاً الصوت لأن الميناء كثير قاسية فبدي سرعة كثير عالية وما بيأكل الميناء حتى تنحفر غير الألماس فبدي أكسنبلة الحفر تكون ألماسية حتى تقطع الميناء اللي هي كثير قاسية وبسرعة عالية فأكتر شيء لحد المتوفر هو قبضة التربين من نعرفها اللي هي عن طريق الهواء فصوته العالي هو الهواء اللي عم ينضخ بسرعة عالية لتصل إلى 300 ألف دورب دقيقة فالصوت مع الألم فبالنسبة لأي شخص بدأ يجي للعيادة ردد فعل هلأ نحن بنحكي بموضوع هكي قبل بشوي في عنا معاناة كأطباء أسنان أو أطباء بشريين حتى عنا قلة وعيب المجتمع أنه لما بيجي الولد بيعمل أي مشكلة أولا شارتها بتقول له أمه يا بتعود آدمية بخدك على الدكتور بيعطيك إبرة هاي الثقافية بنبطلة لأنه لما الولد بيمرض بيحتاج إبرة شان دواء التهاب شان خافض حرارة يعني الأهل بيعانوا والطبيب بيعاني بيعطاء الإبرة حتكون مصدر ألم هو لازم تنزرع أن الإبرة هي مصدر علاج إلك ألمة بسيط ما بيعني بلحظات وانت بتشفى منها عندك حرارة عندك التهاب عندك سن بدأ يتعالج فهي أول شيكة ثقافية لازم بالمجتمع تنتشر فهذا الموضوع نحن بنعاني منه فطبعا فيه أساليب حتى أنت تتخطي هالموضوع أو تتعديه هلا نحن نحن نحكي حديثا شو بلاز بطب الأسنان كيف التعاطي على الخوف أولا والعلاج وسيطر عن الألم هلا بداية اقتصاصي أسنان أطفال يعني أنا مدة عشرين سنة خبرة فكنا دائما يجي الطفل يعني أهله ساحبين وسحب على الباب حاملين ودائما جاي أمه وأبوه وسته وهو كلهم عمين يشجعه ويوجو مع وحق لأنه بكون هو الولد يعني خايف أو سمعان غالبا من تجربة أهله كمان هي قصة يعني الأم ممكن تروح على العيادة تاخد ابنه معه وهذا غلط كبير يحضر العلاج يحضر أنه يعم تتخدر تسمع الأصوات أصوات اللي عم تصير ويشوف شخصي فنحن ننصح بداية أنه أنت مثلا حابة تتعالجي لا تتخذي ابنك على عيادة الأسنان خليه عند أهله مبسوط عند أمه وعند أبوه يعني بدي تعالج واللي بدي يروح علاج أسنان يروح لحاله طب اضطرين تروحي خليه يعني خليه يعني الجلسة ما يكون فيها ألم أو أنت ما تتألمي أو كذا فما يشوفك عم تتألمي ولا يشوف التجربة هاي بسميه الموديلينج يعني نحن بهذه الطريقة نحن يعني كأخصائي الأطفال بجينا الطفل خائف فمن يكون عنا غالبا من أساليب أنه نسيطر على خوفه بإضافة أنه إحنا جو لعيادة من عم خطوص روصي للأطفال مثلا نعم كرسي بشكل دولفين بشكل في بعض الكراسي ممكن نحط شوية صور صور أفلام كرتون رسمات أطفال رسموها حطوا على الحيطان ناسم نروح لحنا دكتور يعني هذا جو لعيادة مريح للطفل بيحس حاله فايت عادة إزنيلاد مالا فايت عادة أسنان هاي أول شيء هاي واجب الطبيب ثانيا إذا كان عندي طفل هادئ أنا بدخل الطفل الخائف وبورجي للطفل أنه أنا عم عالجه عم بعمله إجراء ما لوم أوليب فهو بسيطر شوي على خوفه وألمه فمتشجع الأسلوب الثالث اللي احنا مستخدمه هو استخدام الغاز الضاحك اللي هو سانيوكسيد النيتروجين غاز النيتروجين موجود بالهواء أنا بقول لهم دائما الكيمة هي نيتروجين الكيمة بالبرق بتتشكل فهي مادة موجودة بالهواء غاز النيتروجين موجود ولكن إذا كان نسبته وصلت لنسبة بين 50% لـ 70% أثناء استنشاقه طبعا في جهاز خاص بيمزوج وبيعطي النسب يعني مؤكتم بـ 70% بصير عنده الإنسان نوعا من الشعور بالنشوة والسعادة وبتغير الموت تبعه فالولد إذا كان قلق وتوتر خائف لما يستنشق الغاز بروح القلق وصيره بصراحة يضحك بشأنه اسمه الغاز الضاحك نبننا منه دكتور والله كل شاب السوري يدور أنا اليوم بحاجة لهذا الغاز الضاحك اللي عم يذكره الدكتور شو رأيكون فالحقيقة هذا الغاز كثير بفيد حتى إذا عنده منعكس إقياة حتى الكبار إحيان مستخدمه في عنده الناس منعكس إقياة فبيخسيطر عليه ويهدي الأعصاف سماعتي الشعار مثلا بيجور عيادة ماعتي الشعار بألم قبلة البنج الاشراء الثاني مستخدمه إضافة الغاز الضاحك أنه نحن نحط جيل مخدر على اللسة ونستنى دقائق فبتتخدر اللسة فأثناء دخول الإبري على اللسة بتتبنج فما عتحس بشكتها هي أصعب شي دكتور أهم شغلة أثناء عطاء الإبري للطفل أو حتى الكبار أحيانا أنا فكرة بالمناسبة أنا حتى الكبار بخبيه عليهم مبور جوني قال الإبري أنه منظر أنا فعلا بيعمل توكري وكبيرة فعلا هي سبحان الله هل هي صراحة يعني هي كبيرة حجم مرعبة ولكن هي الحقيقة هي أسرفيع يعني ما بيكون كتير مزعج ونحاول نحن نخبيها نغطيها أحيانا بخطيها بمحرمة أحيانا بعطيها من وراء ظهره إضافة لتشتيت الانتباه للطفن يعني بفتح معه أصص سيار كذا شو أخبارك كيف النادي تبعك بأي موضوع خليه فكر أحيانا مثلا بعطيه تشتيت أنه أنت أكلت أكاس الحليب ولا شربت صندوش شغلاتي ما لا منطقية فهو شو بيقول لك لا أنا الحليب تنشرب ما بتتاكل لما أنت بتخليه شغل نخه بقصة تانية أو مثلا بتناديله باسم تاني يعني أنا بيقول لك لا أنا اسمي بيشغلون بعرف اسمه أنا سانان فلان بيقول له أنا فتحي أنت محمد سعيد عبدو فهو بصير لا أنا مو هيك اسمي فاق هل تشتيت الانتباه لمدة دقائب كنت أعطيته كنت أعطيته لأبرة وما أدري فيها هلا كمان طرق حديثا في شيء اسمه الإبرة الكترونية أنه هي بارة عن إبرة على الكهرباء فيها رجاج مع موسيقى تطلع منها موسيقى فالولد بيكمان هيك بيسمع الموسيقى ما بيش حسة أنه إبرة أثناء ما هي عم تطلع موسيقى بتعملها اهتزازات تدخل الإبرة وبتخدر وما بيحس فهي كمان من التقنيات الحديثة كمان اخترعوا طريقة جديدة أنه هي دعسة بالرجل وبتحط عبارة عن هيك سرنك وببط شكل أنت بره شوف أنت يعني عبارة عن بربيشة وهي براس آخر إبرة وكمان هي من التقنيات أنه لسيطرة على الموضوع تبع أخذ الإبرة وكذا هلا بنجي بموضوع تاني مثلا موضوع إذا كان الطفل ما مشي حاله بالغاز الضاحك وكان كثير صعب وعلاجه صعب نعم فأنا هم نلجأ حيانا لعمليات تخدير العام بالمشفى بيتخدر الطفل وخصوصا إذا عنده إجراءات علاجية كثير وإذا كان عم يعاني يعني مثلا عنا نحن بالأسنان اللبانية عشرين سن فإذا كان المريض مثلا عنده 14 سن إذا كل سن أنا بدي أعطيه إبرة بنج وأدمات حيال تالي يتعذب وخصوصا إذا كان متوتر فمنضطر ساعات المستخدام أنه ناخده عن المشفى ومعالج له كل أسنان بجلسة واحدة طيب دكتور اليوم الخوف لأي مدى ممكن يؤثر على صحة الأسنان اليوم سواء عند الأطفال أو عند الكبار اليوم في حال أي مشكلة بالأسنان أنا هملت لهذا السبب أنه أنا عندي خوف من طبيب الأسنان قديش ممكن هذا الشيء يتفاقم الوضع والله للأسف يعني نحن نحكي بالتدريجة بتدائها من نخر بسيط علاجه بسيط بدون إبرة بنج وبدون حفر وهذا طبعا بنكشف عن طريق الكشف الدوري والمراجعات الدورية للعيادة سواء كان كبير أو صغير مفروض الإنسان على الأقل ستة شهر يمراجعه في حص الأسنان وتصير إهمال النخر بيصل للعصب بداية ألم التهاب اللب الحاد اللي ما بيخلي الواحد ينام نبضي ألم ليلية فهذا يأخذ مسكينات مسكينات ومسكتر المسكينات بيأدي إلى أزية للمعدة أو قرحة هاي أولا ثانيا إهمال أكثر إذا ظل فكرة هو هروبا من طب الأسنان عم يسيطر على الألم فبيصير عنده خراج والخراج يعني هو عبارة عن وصول الجراسيم إلى العظم تحت السن وبالتالي أدي إلى انتفاخ وتورم نحن لجراحة هون تماما جراحة أو حتى يعني ممكن نحن علاج بس صار موضوع كتير معاقد بدك دول التهاب كتير مدي أطوال قبر مسكينات أو كذا وعد ذلك بنخاف إن شيء اسمه أحيانا خراجات مسافية يعني يعني بيكون مثلا إذا في السن فتلاقي بالرأي بصار من تفخم وتورمي تصل للإدن تصل للعين نصف وجع رأسي بتحس تماما وأي إنسان بيصير معه صغير ولا كبير خراج يعني اعتبره ما قدران لا يأكل ولا يشرب ولا يعمل أي عمل من عمال حياته يعني عن جد بيوقف فأنا برأيه هو معه إنساني يخاف بس قد ما كان الخوف والألم تبع علاج الأسنان أقل بكتير من ألم الخراج اللي بده يحصل العديد بس أكيد اليوم دكتور وقتل بيكون الشخص حدا معتني بأسنانه وعند أي ظهور أي عارض بيروح لطبيب الأسنان فهي الفوبيا بتروح وقالنا نحن للأسف عم نروح بحالات السعافية يعني أول كلمة بيقول لك هذا دكتور هلأ جاييني بعد كل هذا العنالة بعد خراب البصرة ولكن اليوم كونه عم نحكي على الأطفال فيه مفهوم جدا شائع دكتور أنه الأم بتشوف عندها خراب بأسنان طفلة بتقول يلا لبنيات بكرة بدون يهروا هاي كارسة للأسف طيب اليوم شو تأثير هاي الأسنان؟ والله نحن نحن نعمل كالشتماع طوعية أنه هاي الأسنان على عمر يعني مثلا امتداء من سبع سنوات تبديل أسنان أمامية لعمر 13 سنة أسنان خلفية نعم هلأ نحن بفكره والله سيفرم عمرو صغير عمرو أربعة سنين لا وين أربعة سنين للعمر إذا عشر سنة الأسنان الخلفية عندك عمر بدي أكل عليه ومطفل كمان مو معقول كلمان السن لبني تسواس انتخر انت تقلع له يا للأهل فهذا كمان انت شو بي تغزى؟ يعني انت عم تقلع له أسنانه كل ما خرب سن آخر شي شو بدي أكل الأكل يعني بدون طحن ما بتغزى؟ ملت مو ظابطة يعني شو ربات فهو نحن عمليا فهنا الموضوع لازم نحكي فيه ونحن على فكرة كتير أخصائي الأطفال مو أسنان أطفال بيوجهوا كتير أهل لما بيجي عنده الطفل عنده روزات بيقول لتشيك أسنانه روحي على الجي فحط أطباء الأطفال فحتى الأهل أنا برأيي أنه لازم يعرفوا أنه تبديل الأسنان الأمامية هي القواطع بعمر ستة سبعة بيبدل أماميات بيطلع أول سن دائم وهي معلومة الناس كتير متجهلة بعمر خمس سنين ونص بيطلع سن دائم خلف الأسنان اللبنية فما بيسقط سنه بيطلع سن فبيطلع خلف فالأهل فكروا سن لبني بيسوس وهو سن دائم وما بيتبدل كمان هي مشكلة وهذا السن الدائم اللي بينتخيه بعمر صغير فيمكن إذا سوس قوم جزره ما تكون إلو إجراء علاجي غير العالي فالأسنان اللي عم نحكيها لدراس عم نحكيها لدى عشر سنة واثن عشر سنة نعم الأنياب لتلتعش أربطعش فعملية نحنا لازم نحن يعني بعمل جاني ستة سبعة ثمانية للتسعة لازم يعالج عشرة إلى عشر ممكن نرجع للقلع فنحنا كمان لازم نوع موضوع التوعية أنه لازم الأهل يعملوا فحص دوري إجراء الفلور للإسنام بيعمل حماية ست شهر في مادة اسمه سيلانت اللي هي بتعبي الميازيب قبل تسوسها بتعمل حماية إجراءات رقائية يعني هي أكيد الصحة المدرسية لازم تكون عم تتابع الموضوع ما بتصير ولازم الأهل كمان كن عنده نوعي بهالمعلومات اليوم دكتور هاي الاستراتيجيات أو النقاط اللي عم تحكيها لحتى المرضى اليوم يتغلبوا على هذا الخوف لازم يكون النقطة تبدأ منهم بعدين يوعوى لأطفالهم اليوم قديش مهم يعودوا لأطفال لأنه نحنا كمان منروح لتشيك دوري على الأسنان بدون ما يكون فيه مشكلة يوم أحيانا بتكوننا مشكلة بسيطة ممكن التهابات بسيطة باللسة أو نخر نتركوا يتفاقهم فنحنا لما منعود حالنا ومنعود أطفالنا قديش هذا الشي مهم بالتشيك الدوري كثير بيعزز هالموضوع لما أنت بتروحي مثلا على عيادة الأسنان وتأخذي ابنك معك هي أنه مبدأ الفحص الدوري فهو بيفوت على عيادة بصراحة بيفحص أسنانه بيأخذ هدية بيطلع مبسوط فكانت زيارة الأسنان هي ما ليس زيارة لبيت الرعب هي زيارة أخذ معه هدية مهدلنا وين دكتور أجمالها كأي طفل بتعالج لازم يأخذ هدية طبعا موسى كاكر منزعله أسنانه مرة ثانية هدية لعبة أو بالون أو كذا فهو طفل ساعة بالنسبة لصاعة زيارة الأسنان هي مكان حتى يأخذ هديته ويتأبن على أسنانه وبدون ما يكون فيه عمل إجراء علاجي لما يجي إجراء علاجي فساعة بصير الموضوع أسهل بكتير لأنه زاير بهذا المرة وصير عنده فيه ثقافي صار اليوم نحن بحاجة بحاجة لثقافي وواعي بمكان بموضوع الأسنان أو موضوع أي حالة مرضية بالجسد أنه دائما نحن نروح للوقاية للتشريك الدوري شكرا دكتور لحضورك اليوم ولكل المعلومات التي ذكرتها ونتمنى هيك اليوم نصائح تكون وصلت للأمهات ولأنه هيك بشكل خاص يعني إحنا أيضا من المتأخرين بالذهب للعيادة شكرا دكتور أناز أهلا وسهلا وشكرا للمقابلة الظريفة وشاء لكم أعطيناكم معلومات مفيدة أكيد شكرا كثير لك الله تكون العافية وصباح نورتنا دكتور بقية نهار حلو العلامة نعم